الدينار الذهبي الإسلامي هوية أمة إنه أمر غريب ومحرج أن يبقى كثير من المسلمين غافلين عن طبيعة العمولات الورقية التي لا تصلح أن تكون نقوداً هذا وقت اختفت اليوم النقود الحقيقية من العالم واستبدلت بعملات ورقية تفقد من قيمتها باستمرار مع مر الوقت إذن ما هي النقود في الإسلام؟ وهل ذكرت في القرآن والسنة؟ والجواب يوجد في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أرباء الآخذ والمعطي فيه سواء ونستنتج أن النقود في الإسلام إما أن تكون معادن ثمينة كالذهب والفضة أو سلع غذائية يمكن حفظها كالقمح والشعير والملح كما يجب أن تمتلك قيمة ذاتية كما أشار الله تعالى في آيتين إلى النقود على أنها الدنار والدرهم ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وبهجر هذه النقود يخسر الملايين من البشر الكثير من قيمة ثرواتهم والشاهد هنا هو كيف انهارت الليرة اللبنانية بشكل مخيف فقبل العام 84 فبمبلغ مليون ليرة كان بإمكانك شراء بناية سكنية أما بعد الانهيار فنفس المبلغ يمكنك من شراء هاتف محمول فقط إذن فعلينا استعادة نقود السنة فكما نتعامل بالدفع نقداً أو ببطاقات الاعتمان نستطيع أيضاً التعامل بالدينار الذهبي والدرهم الفضي ويكون أحدى خيارات الدفع وذلك تدريجياً حتى يصبح العملة الوحيدة المتداولة الأمر الحاصل في ولاية كالنتان في ماليزيا منذ عدة سنوات فلقد بدأوا بسك الدنانير والدراهم واستعمالها في حياتهم اليومية هذا وقد بدأت حكومة كالنتان بدفع 25% من رواتب الموظفين ذهباً وبالتالي يمكن للمسلمين دفع الزكاة بالذهب أيضاً وخلاصة القول ما ذكره المقريزي في كتاب إغاثة الأمة بكشف الغمة اعلم أرشدك الله إلى صلاح نفسك وألهمك مراشد أبناء جنسك أن النقود المعتبرة شرعاً وعقلاً وعادة إنما هي الذهب والفضة فقط وما عداهما لا يصلح أن يكون نقداً اشترك الآن في قناتنا صناعة الوعي على اليوتيوب اشتركوا في القناة